السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم دكتور رد الواحي ان شاء الله موضوع حلقتنا النهاردة عن افضل عشر اطعمة لرفع مناعة الجسم وخصوصا ان احنا في فصل الشتاء وفي ناس كتير منعتها ضعيفة ضد نزلات البرد النزلات الشعبية التهاب الرئوي والكرسة اللي احنا عايشين فيها حاليا وهي كوفيد تسعتاشر وخصوصا بداية الموجة التانية منه واللي هي بدأت فعلا في الانتشار حاليا انا كنت قبل كده اتكلمت عن كرسة الادوية اللي رفع المناعة ده هسيبهولكو في صندوق الوصف للي يحب يرجع له اما النهاردة فهنتكلم عن الطعامة اللي بترفع المناعة وموجودة ومتوفرة في كل بيت مصري وارجعنا لكم تاني ونجدد التحية اول حاجة معنا النهاردة هي الطماطم الطماطم بتحتوى على مجموعة عالية جدا وغنية جدا من العناصر الغذائية اللي بتجعلها مفيدة جدا ونافعة جدا في رفع مناعة الجسم زي ايه اول حاجة مضادات الاكسادة زي البيتا كاروتين والليكوبين تاني حاجة الفيتامينات فيتامين اي فيتامين بي فيتامين سي وكافتنين كمان فيها فوليكاسد كمان فيها مجموعة كبيرة من المعادن زي الكالسيوم بوتاسيوم ماغنيسيوم حديد كوروميوم زينك فوسفور وصوديوم وكمان بتحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة كمان من ضمن مميزات الطماطم انها لا تحتوي على دهون ولا كولاسترول لا تحتوي على دهون ولا كولاسترول طيب العناصر دي كلها بتشتغل ازاي اول حاجة مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة زي الليكوبين والبيتا كاروتين الدول بيحربوا الشوارد الحرة اللي بيسبب تلف لخلايا الجسم فبيحمي الجسم من ايه فبيحمي الجسم من الأورام السرطنية ليحمي القلب والقوايا الدموية والشراين من خطر الأزمات والجلطان كمان بيساعد في تصبيت ضغط الدم. دي اول حاجة تاني حاجة ما نجي نتكلم عن فيتامين سي والزنك موجودين في التماطق. فيتامين سي والزنك يعني يساوي رفع المناعة الى اكثر حد. تاني حاجة فيتامين سي والحديد. فيتامين سي والحديد يبقى بنحمي الجسم من خطر حدوث انيميا وكمان الوقاية منها. يبقى الحديد بيساعد على علاج الانيميا فيتامين سي بيزود من امتصاص الحديد في الجسم كمان فبيساعد على الوقاية والعلاج من الانيميا بيساعد على الوقاية والعلاج من الانيميا فيتامين سي فيتامين سي يعني الكولاجين الطبيعي الكولاجين الطبيعي اللي بيحافظ على صحة ونطارة وحيوية البشرة كمان الكولاجين بيدخل فيه تكوين العظام والاسنان وخصوصا عند الاطفال. كمان التماطم بتحتوي على الالياف الغذائية. الياف الغذائية يعني ايه? يعني بتحسن حركة المعدة وبتمنع الامساك. كمان الياف الغذائية بتساعد في عمليات انقص الوزن. كمان الالياف الغذائية بتساعد على تصبيت نسبة الكوليسترول في الدم. كمان التماطم بتحتوي على فيتامين ايه اللي بيحافظ على الصحة الابصار وكمان بيحافظ على شبكية العين كمان فيتامين اي دي اوي الاخشية المخطية المباطنة للجهاز التنفسي وكلما كانت الاخشية دي قوية كلما كان جهاز التنفسي قادرة على صد اي عدوى بالنزلات البرد او النزلات الشعبية او الالتهاب الرئي كمان الالياف الغذائية والكروميوم اللي اتنين بيساعدوا على الضبط المستوى السكر في الدم يبقى الكروميوم والالياف الغذائية بيساعدوا على ضبط مستوى السكر في الدم كمان الطماطم بتحتوي على حمد الفوليك مهم جدا للحوامل الحوامل ليه؟ لانه بيقلل من خطر تشوهات الاجنة كمان بيقلل من خطر الاجهاز المبكر بيقلل من خطر الاجهاز المبكر كمان الطماطم بتحتوي على فيتامين كاف اتنين وكالسيوم وفسفور يبقى كده بيحمل جسم من هشاشة العظام بيحمل جسم من هشاشة العظام يبقى ملخص القصة دي كلها الطماطم بتحافظ بترفع المناعة بتحافظ على العظام بتحافظ على البصر بتحافظ على صحة القلب والاوعية الدموية بتزبط نسبة الكولسترول بتساعد في تصبيل نسبة السكر في الدم كمان بتحمل جسم من هشاشة العظام كمان بتحمل حامل من تشوهات الاجنة وخطر الاجهاض المبكر كمان بتقوي من الاخشية المخاطية للجهاز التنفسي كمان بتساعد الجهاز التنفسي على صد اي عدوة لنزالات البرد او نزالات الشعبية او من الالتهاب الرئوي يبقى التاني حاجة معنا التن التن بيحتوى على فيتامين بي وفيتامين سي ويحتوى على الحديد وعلى بروتين وكاربوهايدريك كمان بيحتوى على كالسيوم وماغنيسيوم وفوسفور وعلى عنصر الكابريد كمان التن بيعتبر اقوى مضاد اكسادا واقوى مضاد للفيروسات وافضل مكوي مناعة على وجه الارض وافضل مقوي المناعة على وجه الارض يكفي ان التوم بيرفع المناعة الجسم الى اقصى درجة ممكنة بعد نص ساعة فقط من تناوله يعني بعد اكل التوم بتلاتين دقيق الزبط بيرفع مناعة الجسم الى اقصى درجة ممكنة كمان التوم بيحمي القلب والاوعية الدموية كمان بيساعد في تثبيت نسبة الكوليسترول في الدم بيزبط نسبة السكر في الدم كمان بيزبط ضغط الدم المرتفع كمان التوم بيحمي الجسم من هشاشة العظام لانها بيحتوي على الكالسيوم والفسفور كمان التوم بيحتوي على عنصر الكابريت عنصر الكابريت يعني الديتوكس الطبيعي يعني بيخلص الجسم من اي سموم داخله اي سموم داخل الجسم بيخلص عليها عن طريق عنصر الكابريت اللي هو ديتوكس طبيعي يبا بيحمي الجسم من هشاشة العظام كمان بيعتبر ديتوكس طبيعي اللي احتوي على عنصر الكابريت اللي بينظف الجسم من اي سموم بينظف الجسم من اي سموم كمان بيحتوي على الحديد وعلى فيتامين سي فكده التوم بيساعد في علاج الانيميا التوم بيساعد في علاج الانيميا طب نستخدم التوم ازاي عشان نستفيد منه حاجة من تلاتة اول حاجة يما يتقطعها السلطة تاني حاجة نجيب فصين توم ونقطعها ونبلحها مباشرة على الري طب لو في عندنا مشاكل في المعدة هنجيب برضو فصين توم ويتقطعوا وتضافوا عليهم معلقة عصر ابيض ويتناولوا على الري ونكلهم على الري تالت حاجة معنا النهاردة البصل البصل هو كومبلة فيتامين سي في كمية فضيعة من فيتامين سي علاوة في مادة الكوارستين كمان بيحتوي على عنصر الكابريد وفي كمية وليلة من الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد فيتامين سي نسبة عالية من فيتامين سي يعني رفع المناعة لدرجة عالية كمية ويتامين سي يعني رفع المناعة لدرجة عالية كمية مادة الكوارستين مادة الكوارستين بتتميز ان هي اولا بتمنع اكسادة الجسم وبتحسن الدورة الدموية بتمنع اكسادة الجسم وبتحسن الدورة الدموية بتحسن الدورة الدموية يعني بتحمي الجسم من الازمات القلبية وبتحمي من الجلطات بتحمي من الازمات القلبية وبتحمي من الجلطات كمية عنصر الكابريد عنصر الكابريد خلاص حفزناه عنصر الكابريد يعني ديتوكسي طبيعي يعني بيخلص الجسم من السموم كمان بيساعد على ضبط مستوى السكر في الدم كمان معنصر كابريت بيساعد في رفع المناعة كمان هو مضد قوي للبكترية والفيروسات رابح حاجة معنا الزنجبيل الزنجبيل بيتماز انه بيحتوى على فيتامين اي فيتامين بي فيتامين سي كمان بيحتوى على كالسيوم وفسفور وابتاسيوم وحديد فبيعمل ايه؟ اول حاجة بيرفع مناعة الجسم تاني حاجة بيحمل الجسم من الاكسادة تالت حاجة بيعالج الالتهابات في الجسم وخصوصا الالتهابات المزمنة زي الالتهابات الصدرية رابح حاجة بيخفف الام الحال خامس حاجة بيخفف الام المفاصل والام الدورة الشهرية كمان بيحتوى على فيتامين ايه فبيحس من الاخشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي فبيحمي الجهاز التنفسي من خطر الاصابة بنزلات البرد نزلات الشعبية الالتهاب الرأوي كمان الزنجبيل بيقتل البكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي في ناس كتيرة مع كتر استخدام المضاد الحيوي البكتيريا عندها بقت مقاومة للمضادات الحيوية الزنجبيل بيقتل البكتيريا دي يعني بيقتل البكتيريا اللي بتقاوم لمضاد الحيوي خمس حاجة معنا النهاردة الجزر الجزر بيتميز انه بيحتوى على فيتامين ايه على كالسيوم وبتاسيوم فوسفور وحديد وزين كده بيعمل ايه اول حاجة بيرفع مناعة الجسم بيزود مقومته ضد اي عدوى ميكروبية او فيروسية او بكترية كمان بيحتوى على فيتامين ايه بيحافظ على صحة النظر بيحافظ على شبكية العين بيحافظ على حيوية ونظرة الجلد كمان بيأول اخشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي فبيزاعد الجهاز التنفسي على صد اي عدوى من النزلات البرد النزلات الشعبية والالتهاب الرئوي كمان الجزر بيساعد على ضبط نسبة السكر في الدم كمان بيساعد فيه ضبط مستوى ضغط الدم المرتفع سادس حاجة معنا النهاردة هي الفلفل الاحمر الفلفل الاحمر بيحتوى على نسبة عالية جدا من مضادات الاكسادة من نوع البيتا كاروتين والبيتا كاروتين يعتبر اقوى مضاد اكسادة موجود كمان الفلفل الاحمر بيحتوى على نسبة عالية جدا من فيتامين سي تصل الى ضعف النسبة اللي موجودة في الحمضيات الحمضيات اللي هي البرتقان واللمون يبقى الفلفل الأحمر في كمية فيتامين سي دعف الموجودة في البرتقان واللمون كده يبقى الفلفل الأحمر بيعمل إيه؟ يبقى بيرفق مناعة الجسم إلى درجة عالية كمان ضدات الأكسادة اللي موجودة فيه بتحمي القلب والأوعية الدموية بتساعد في تثبيت ضغط الدم كمان بتحمي الأوردة والشرايين من خطر الإصابة بالأزمات والجلطات يبقى سابع حاجة اللب الأرح اللب الأرح بيحتوي على الزينك وهو يعتبر أكبر مصدر لعنصر الزينك على وجه الأرض يبقى اللب الأرح يعتبر أكبر مصدر للزينك على وجه الأرض كمان اللب الأرح بيحتوي على 30% ماغنيسيوم و30% بروتين لما نجي نتكلم عن الزينك الزينك يعني رفع المناعة يعني زيادة الخصوبة عند الرجال يعني حفاظ على البرستاتة من خطر الإصابة بالأورام السرطانية كمان الزينك مفيد جدا للحفاظ على صحة الشعر والبشرة كمان اللب الأرح هو النوع الوحيد من المكسرات اللي بيزيد من قلوية الجسم يعني إيه قلوية الجسم؟ قلوية الجسم يعني المناعة بيزيد نشاط الجسم بيزيد الفيروسات بتقل كمان اللب الأرح بيتميز أنه بيمنع حصوات الكلة بيمنع حصوات الكلة إنه بيعمل على إضرار البول لما بيزيد منزول البول بيزيد معه كمية الزيادة من الأملاح فكده بيمنع تكوين حصوات الكلة الثامن حاجة معنا النهاردة البنجر البنجر بيتميز أنه بيحتوى على فيتامين A و B و C كمان بيحتوى على الحديد على الموتاسيوم على الفوسفور على حمض الفوليك كمان بيحتوى على ألياف غزائية تكلم على فيتامين C تكلم على رفع المناعة فيتامين C ومعها كمان الحديد يعني بيساعد في الوقاية والعلاج من الأنيميا فيتامين A فيتامين A بيحافظ على صحة النظر كمان بيقاول من شبكية العين كمان بيقاول من أخشال مخاطئة المبطنة للجهاز التنفسي كمان البنجر بيحتوى على الاف غزائية يعني بيعالج الإمساك وتنظيم الهض كمان بيخلص الجسم من السمو تاسر حاجة معنا الحمضيات الحمضيات زي إيه؟ زي البرتقون والليسفي والليمون بيحتوى على إيه؟ نسبة على فيتامين C وعلى كالسيوم وامغانيسيوم وبوتاسيوم وحديد وزنك يبقى كده بيرفع منع الجسم كمان بيساعده في الوقاية والعلاج من الأنيميا كمان بيحافظه على الجسم من هشاشة العظام بيحمى الجسم من هشاشة العظام عشر حاجة وآخر حاجة معنا النهاردة الزبادي الزبادي معروف أنه غني بالكالسيوم، البوتاسيوم، الزنك، فيتامين A، البروتين يبقى كده بيعمل إيه؟ بيرفع منع الجسم كمان بيحافظ على صحة الأسنان والعظام كمان بيحافظ على صحة النظر كمان بيأول أخشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي فبيساعد الجهاز التنفسي على مقاومة أي عدوى من نزلات البرت، التهاب الشعبي، التهاب الرئاوي وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة وأتمنى أقدمت لكم معلومة مفيدة وتكونوا استفدتم منها أي استفسار سيبهوا لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم والسلام عليكم ورحمة الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة